أنا عايز أبدأ مع حضراتكم اللي حصل الفترة اللي فاتت تسلسل تسلسل للأحداث اللي بتحصل بمسلسل هزلي عملوا الاتحاد الأفريقي عشان يسند المباراة النهائي زي ما حضراتكم شايفين ولكن قبل ما أقول عايز أبدأ بقرار رسمي وخطوة رسمية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن كارثة اختيار ملعب محمد الخامس مجلس إدارة النادي الأهلي طلب رسميا من الاتحاد كرة القدم خلال خطاب رسمي بيطلب فيه زي ما حضراتكم شايفين بيطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الأهلي طلب من الاتحاد المصري تصعيد الأزمة وأرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدور الأبطال في الاتحاد الأفريقي لتقام الاتحاد الدولي لتقام المباراة المشار إليها أنا بس عايز أبص الناحة الثانية علشان في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا في إياب الدور قبل النهائي للبطولة يأتي ذلك ردا على قرار كاف الذي صدر مؤخرا باختيار ملعب بعينه ويستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قري من قبل لسيما وأن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية وبعدما تقلص عدد الفرق المتنفسة إلى أربع فرق وبات ذات القرار يخدم ناديا بعينه والذي سوف يخوض المباراة النهائية حال تأهله على ملعبه ووسط جمهور هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه طبعا في الأول خطوة محترمة جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل الحفاظ على حقوق الفريق والتصدي لكل محاولات المجملات اللي بنشوفها بقالنا فترة بقالنا شوية تعانوا تواضح الحقيقة ضد النادي الأهلي وكأن الناس بتحاول بكل الطرق بكل الطرق أنها تبنى عن النادي الأهلي من هو يتوج بالبطولة الأفريقية التالتة أنا حكيت لحضراتكم الموضوع قبل كده في 2007 وإن اللي حصل فيه كنت أتشرف بالتواجد في ذلك الوقت فحكيت لحضراتكم حاجات أنا شفتها بعناي أنا متأكد برضو أن لازم أو إحنا منتظرين الحقيقة أكبر دعم ومسندة ومؤذرة من مسؤولي اتحاد كرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام وأعضاء مجلس إدارته إحنا بندور على حق النادي الأهلي حق النادي الأهلي اللي بيمثل مصر والكل لازم يعرف كويس جدا 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 إن الأهلي في مهمة وطنية وقومية النادي الأهلي لا يمثل الفريق فقط بل وأنه يمثل مصر بأكمالها عشان كده لازم تكون مساندة النادي الأهلي في تلك الأزمة هي واجب وطني وقومي